موسيقى شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم حيثم شكرا لكم حيثمتكم فيك فيك صغيرة ولكن في شوارية مبادرة هي كتاب أبيض الطار البيضاء مبادرة الحركة للدرب الهدف منها هو أن أولا نسلط الضوء على مجموعة من المشاكل الكاريتية التي تعيشتها في الدرب بيضاء من بين مشكلة النظافة والنقل والتواصل والمجلس المدينة والولوجية الدولة الاحتياجات الخاصة ومشكلة تنشاة ثقافية مستوى تنشاة ثقافية ما زال يتخدم الكتاب الأبيض درناه في مجموعة الورشات كل الورشات كانوا فيها خبراء مع مجموعة مشباب مهتمين تشخيص الوضع الحالي الإشكالية المطروحة والحلول المقترحة إيمانا مننا بأن النقد البناء والمشاركة المواطنة يكون فيها ليس فقط أننا أولون سلال أخت ولكن نقترح حلول بديلة تقدروا أن الناس تأتيهم حلول تافيهة وحلول وعرامة وحلول لقدنا الأهم أننا نقوم بعمل واجبنا كمواطنين في الاقتراح تفعيل المقتديات الدستو دي أفين وحضاش والبخاتيك سيطويان اللي كانوا في العالم من بعد قدرنا أبلا التواصل المواطني العادين الموقع التواصل الاجتماعي توصلنا بخمسين مساهمة خمسين مساهمة بالإضافة إلى تقربة ثمانين دي الأشخاص اللي شاركوا في الوارشات أعطتنا واحد نظرة عامة على البيضويين المهتمين كيف يشوفون المدينة المشاكي اللي كانوا والحلول المقترحة سوف يتم تقديم هذا ككتاب الأبيض للسلطات المعنية من بين مجلسة مدينة مجلسة الجيهة المقاطعات بالسطاش إلى آخره وأيضاً يشكل لنا خارطة طريق الأنشيطة اللي غتقون بها حركة الدرب لا الأنشيطة الترافعية ولا الأنشيطة التوعوية اللي كنديرو من قبيل شرحوا لنا كالزابلون كالطولك إلى آخره قمنا بمشاريع الآن أول مشروع كان لنا تشغل في تشغل تشغل أشياء سليرة ولكن نحن نطاق بها أول حاجة نحن في الحركة هو الوعي أولاً كان نأخذهم من بعد المعلومة ونقدموها المواطنين اللي بحالنا باش يقدوهم في هذا الإطار يقدوهم تشخيص لديهم وتكون عندهم منافة مصنود كتاب الأبيض هو واحد المنهاجية دعنا فيها خمسة الورشات وسألناها بورشة كبيرة كانوا ربعات خمسة ديلة تيمات وكل تيمة تم الحصر في تشخيص في مشاريع المقترحات للناس المسؤولين ومشاريع اللي غانحنا غانديروها باش نبينو أننا تحنا فعالين وتحنا مسؤولين على الوضع اللي كان كنا نهدرنا على النظافات والولوجيات والنقل وتوصل المؤسسات لك الهدف هو أننا تؤثرنا لدينا أفكار لدينا أحد طاقة ليس من خبارات كل ما كانت لديها ورشة جالها وهذا الكتاب الأبيض هو خلاصة كان منه في العمل اللي درنا الأفكار كان الناس يشاركونا معنا في الورشات والناس يملؤل السمارات اللي كانت عبر الانترنت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر